بخطة متسارعة يواصل البرلمان التركي المناقشات المتعلقة بالموازنة العامة للعام 2020 فيما يتوقع مراقبون أن تكون حصة الأسد في الميزانيات لصالح وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة إضافة لوزارة الداخلية والتي تشمل الأمن والشرطة إلى جانب رئاسة الشؤون الدينية التي ارتفعت ميزانيتها بشكل كبير في الآوينة الأخيرة هناك بعض الشؤون وليست وزارات أي كإدارات مثل دائرة الوقف وهي أعتقد لديها ميزانية خاصة نتيجة الوقوف الوقف الإسلامي وهي تعتمد على ذلك بشكل كبير ولديها مصادر مالية أيضا كبيرة في هذا الصياق لكن الوزارات الأخرى أعتقد أقل تكلفة مالية في هذا الصياق ويعزوا مراقبون أسباب ذلك إلى التوتر الكبير في المنطقة خاصة في البحر الأبيض المتوسط والذي يحتاج فيه الجيش التركي إلى حصة كبيرة من الموازنة على حساب مؤسسات حيوية أخرى مثل وزارتي الصحة والتعليم فيما تنتقد المعارضة سياسات الحكومة المتبعة في هذا الخصوص وتتعهد بأنها ستقف في وجه ما تصفها بالمشاريع المرهقة لخزينة البلاد دون عائد مالي مجد الرئيس ارتغاني يقول أنه سينجز مشروع قناة إسطنبول المائية أي أن كانت النتائج والتكليف ونحن نتساءل بناء على ماذا ومن أية أموال بالطبع من جيوب المواطنين هل المهندسون والبيئيون يتاعمون المشروع الجواب بالطبع كلا هل هذا هو المشروع الذي تحتاجه تركيا الآن الجواب أيضا هو كلا نحن نقول لن ينجز هذا المشروع الذي سيرق موازنة البلاد وجيوب المواطنين وستغدر منصبك رئيس في أول انتخابات ستجرى في البلاد وفي ظل أوضاع اقتصادية معقدة انتقدت المعارضة تخصيص سلطات نحو 47 مليون دولار لنفقات حفلات الاستقبال الرسمية في الموازنة العامة للعام القادم وتقول المعارضة أن حفلات الاستقبال الرئاسية الفاخرة حملت الموازنة العامة أعباء شديدة في الوقت الذي عانت فيه الموازنة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019 من عجز وصل إلى نحو 17 مليار دولار